الاستاذ ارشاء. صباح خير? صباح النور. لا لا مشقاهم. حالك استاذ. بس نتعرف بسرعة كده على بعضكم. انا سمعت ان الطالب عبد الحي يوسف مين عبد الحي يوسف? جيت متأخر النهاردة مدرسة? لا لا. طب انا متسجل عني نجيت متأخر المدرسة. ما كان عندي فكرة بموعد الحصة. طيب يعني ازا تكرر تاني التأخير هنقول له تجيب ولا امرك. استاذ ايوب تأخر. طالب ايوب الايوب. انت جيب متأخر بعد عبد الحي يوسف. ورب الكاعدة ما متأخر. ازاي? انت جاي المدرسة متأخر. الله سيسمحك فيش احاديس جانبية. الطالب عمر عبد الكافي والطالب راتب النابولسي. دايما قاعدين جبوا بعض برضو مفيش فايدة. عمر انتو اشتر اتنين بالفصل ارجو ما تجاوبوش الا ما ندي فرصة للبيت الطلاب. نتكلم جد بقى شوي. انا. مستاذكم لمدة خمس دايب بس. بس. طلبوا مننا ناس كتار جدا من داخل وخارج السودان. من الاخوة الافاضل. اننا نرد على المقطع بتاع عبد الحي يوسف. وغيره وعمر عبد الكافي. ومحمد راتب النابولسي. وغيره من زعامات الاخوان المسلمين في العالم. طبعا ما شو تركيا عندهم مرنامج فاشل. كله سنة بسوي اسمه سواعدة لخاء. وبيسوقوا يلقطوا شيخ الاخوان المسلمين من العالم كله ويمشوا هناك في حدايق تركيا يقعدوا ويلعبوا كورة ويشربوا قهوة ويلعبوا كومبوليتا وغيره. خلاص يكونوا قاعدين هناك ويتهابلوا ويدعاوروا. اخر هبالة جابوان نازل عملوا تمثيلية. سموا قال فصل سواعد اللخاء تمانية. وتمثيلية لعله عملنها زي ما كنا زمان في زمن الجاهلية بنحضر. الله الحمد لله يعني نسأل الله يتوب علينا. عملنا على مثل وعلى وفق المسرحية بتاعة عادل امام وغيره الجماعة ديك اللي سيهم مدرسة المشاغبين. جايبينهم كان زمان في فصله كده. عملوها زيهم. وظنوا البطل هنا كان عبدالحي يوسف مكان عادل امام هناك. ومعاه من راتب النابلسي اللي هو قاعد غش المسلمين والناس المشكلة. يعني المشكلة ذاتها عند المسلمين جميعا الا من رحم الله. اي زول يعمل فيها شيخ. واركب ليه طاقية. ويجي يحكي لهم قصص او يتباك لهم. طوال الناج اللي بقوله ده الامام مالك ذاته بتاع العصر ده وبتاع الزمان ده. دي والله مشكلة. حق المسلمين كلهم يعالجوا اول شي. كده قبل ما يرد على المجرمين ديل. تراه معظم العالم الاسلامي وغير الاسلامي. عرف انه شيخ الاخوان المسلمين ديل عندهم دجل وعندهم ضلال وعندهم نفاق. وكذب على الامة ولعب بالدين. وياكلوا ويملو كروشهم ويجمع الاموال باسم الاسلام. واسم قضية الاقصى وغزة وفلسطين وغيره. ده كل الناس كشباه الحمد لله. لكن كده قبل ما يرد على حزب الاخوان المسلمين ديل شيوقهم ديل. انا اتكلم مع المسلمين ذاته. انتو ليه اي زول يصار ليكم يعمل فيها بيبكي يغشكم. اي زول يصار ليكم يعمل فيها شيخ ويحكي يصه. بس قصص. يملى ليوتيوب ويملى ام بي سي ويملى شنوة باعرف قصص. الناس يقولوا ده والله ده ده شفت ابو عرام ذاته. وده ده اكبر مشكلة المفروضة المسلمين على الجوة. لان العلم العلم في الاسلام والعلم الشرعي ما هو قصص يا جماعة. ولا هو تباكي بالكذب وبالنفاق. زي ما قاعدين يعملوا شيوخ الاخوان المسلمين ذي لغشب الناس الليلة. العلم ده ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والسلف الصالح. واي شيخ ندي مقياس للناس. لجميع المسلمين. لان الناس يقول له الله ما يعرف نزاته الصحياته والغلطياته. اي شيخ ما قضت الاساسية في كلامه في محاضراته في خطب جمعه في دروسه في اي حاجة ما قضت الاساسية نشر التوحيد والعقيدة الصحيحة ومحاربة الشرك وعبادة الطواغيت والقبور وغيره. اعرف انه ده ما المنهج الصحيح الذي كان عليه جميع الانبياء والرسل بما فيهم خاتمنا محمد خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا قال كده في القرآن. ربنا قال ولقد بعثنا في كل امة. في كل امة ذي كيف? رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاقود. دي القضية الاساسية. فالشيوغل بلفه وبدوره وما بتكله في التوحيد تعرف انه طريقهم ده ما طريق الانبياء والرسل. ما قلنا كفار. لكن ده ما الطريق الصحيح الذي كان عليه جميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام اجمعين. فدمي غياس تجيسوا بها اول شي. ما يزولي يعمل لك فيها بيبكي وشاي المنديل تقعد تقول ده على المزول. ده اول مسألة تفهموها. المسألة التانية قبل ما نجي لحكم التمثيل في حد ذاته. الشيوغل كان عبدالحي كان عمر عبدالكافي كان مين المعاوم ذاك زمان كان بيجيوهم الاسمونه سلمان العودة كان شيخهم الكبير القرضاوي نبي للعوض العريفي غيرهم ديل هم كانوا سبب في قتل وتشريد ملايين المسلمين في العالم في ما يسمى زورا وكذبا بالربيع العربي. سوريا بس سوريا بلا. عدد الناس الماتوا والفقد عموما ما بين ميت ومشرد وما معروف ذاته ما شوين? اكتر من ثلاثة مليون مسلم سوري. منوا اطلعهم? ومنوا الكتلهم كان سبب في موتهم منوا? هم الشيوخة اللي بمشوا تركيا كل سنة ديل. واخرة دار اعملوا مسرحية ومسرحية بايقة كمان. ديل هم ذاتهم. ديل هم ذاتهم. هم كانوا السبب في قتل هؤلاء الملايين. لحد ما طلع المجرم داك. المعاوم برضو الاخواني. قال انا ما عندي مشكلة. انه يموت ثلاثة مليون مسلم حتى تنجح السورة. تنجح السورة اشان يحكمه. اشان يجيه حاكم. او وزير مالية او غيره. والنجد جدامه ويو ويو يكون فرحان. لو ماتوا ثلاثة مليون مسلم قال ما في مشكلة. دا الشيوخ الاخوان المسلمين. شيوخ الاجرام. شيوخ النفاق. شيوخ الدجل. شيوخ الكذب يا اخي. يا اخي يا اخي. الناس ذاتهم في ناس ما بتتعظوا. يقولوا فتوى الليلة بكرة يغيروها. يقول الصباح حلال. بل الليل يقول حرام. وبرضو في ناس من المسلمين بتابعوه. عبدالح يوسف ده. هنا في السودان في السورة الاخيرة دي ولا بسموها اشنو? كما يسموهم. ازا اول حاجة كان مع البشير. بشير ماشي ضنقلة بيكون قاعد لابد في الطيارة. قبل البشير ركب زاته. يمشي ضنقلة. يمشي جوبة. يمشي وين? مع البشير راس بيا راس. لما نحس البشير ده ده. والبشير مسكوا. الرئيس قسم السغافة جامعة الخرطوم. ومسكوا عميد. كلية شنو جامعة افريغيا. ومسكوا مدرس وين دكتور وين جامعة شنو. وادباقت قنوات افريغيا. قناة الطيبة دي وزاعة الطيبة دي واحد من الباقة. دي ما كلها. عنده تاني قناة بي لغة الهوسو. وغنبي لغة الاهمرنجو. وغنبي لغة التجرايو. وغنبي لغة غيرو. بشر واحد. شخص واحد عنده باقة قنوات. امكانية ما تستطيعها الدولة. الزول ده ما دينا له. مسلمنا له. لما نحسها الكيزان والبشير كانوا ممكن له. وعلي عثمان قال بلسانه. قال قناة الطيبة دي. بتكلم على الكيزان الكبار حق النو. قال غناط طيبة دي حقتنا نحن قال. يعني حقت الجبهجي والكيزان. اللي يا حقت عبدالحين المحاوم. قال عثمان كشفوا ليك تب. وبنقادح بعرف قال عبدي خيو بوين. عرفته? قال الغندي حقتنا نحن غناط طيبة دي. يعني عبدالحين معهم. جبهجي كبير جدا. واخو مسلم وكوس كبير. على عثمان قال القندي لو داي رمية قال نحن مدفعتها تسعين ولا زيادة من تسعين. دي حقتهم. ده كوس كبير عبدالحين يوسف ده. لكن لما نحس شو بالتغير والنفاق والتلون كيف? معاهم. لما نحس انه دا دا ريسقطوا طوال بها يهجم على الكيزان وعلى الحكومة في المنبر. خفتها? ويمهد لجماعة الجائين بعدهم. لما انصقتوا هو ظن انه الجماعة الجائين بعد الكيزان حيدو بمبر في الحكومة. لما ما ادو اي حاجة قلب على اليدهيل برضو. شغل يا جماعة ما دين. شغل بتاع سلطة. وحرص على المال والشرف. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حديث ذا والله يبيه تشبيه. ابلغ من بليق من النبي عليه الصلاة والسلام. قال المرء البي يحرص على الشرف يعني الشهرة والسلطة. ويحرص على المال. حرصه على الحاجات دي بيفسد له دينه. اكتر. واعظم بكثير. من فساد زئبين. زئبين. مشكلة زئبين. وما واحد اتنين. واللي اتنين كمان جائعين. وكمان دخلوهم جوه محل غنم. غنم ذات ما عندها طريقة تجري. والزئب طبعا بياكل لما يجبع بكثل الباقي. وديل اتنين وجعانين وجوه غنم. شو بيفسدوها كيف. الفساد الكثير بيفسدو ده. ده اقل من فساد. الفساد اللي بيحصل. بيحرص المرء على المال والشرف لدينه. بيفسد لدينه. اكتر من فساد زئبين ديل. وده الحاصل على شيوخ الاخوان المسلمين ديل. كلهم اهل ضلال. ما في مواحد نافع ابدا. بعد ما كتلوا العالم الاسلامي. وكانوا سبب في قتل كثير من العالم الاسلامي. قالوا بعد ذلك يمثلوا مسرحيات. ام من قبائل الممثلين فينا مسرحية. الربيع العربي ده اكبر مسرحية. شفت كيف? وطارق السويدان عامل فيها قصص الانبية. دي كانت اكبر مسرحية لانه ما قصدوا الانبية. ولا قصد منهج الانبية ينشر للمسلمين. لا. هو قال كده. طارق السويدان عملوا معه لغا في الجريدة السودانية عندي في البيت. قال انا قسمت حياتي لمراحل. شوف الاجرام ده كيف عليك الله. قال المرحلة الاولى المرحلة القصصية حتى يجتمع حول الناس. وقال دي انتهيت منه. قال له يغزز الانبي وقصد الصحابة والسيرة وكده. يعني ما كان القصد الدين. القصد انه يجتمع حول الناس الشرف والسمعة والاموال. قال المرحلة التانية وانا فيها الان مرحلة بس افكاري. بعد ذا يقول انا ما عندي مشكلة تعترض على الله. تعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعترض على الدين. بعد ذا يبس افكار الكفرية الاجرامية المنافية تماما لدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودل شيخ الاخوان المسلمين كلهم كلهم. الان ما شو يمثلوا مسرحية. مسرحية والاستاجة والهبالة. يا اخي عوارة يا اخي. يا اخي اقل زولي يمكن يكون عمره ستين سنة. هبل. عوارة يا اخي. ازول كل ما يكبر عقله بينضج يا اخي. وبيبقى عاقل. لكن شيخ الاخوان المسلمين كل ما الواحد يكبر بيبقى اهبل زيادة. وده الحاصل من المسرحية العويرة. الوسخة العملوية الجماعة دي. اما حكم التمثيل. حكم التمثيل في الاسلام حرام. لابسط سبب. العلامة الفوزان قال قال لاسباب. قال السبب الاول لانه كضب. السيدين ما كبابين? قالوا ده فصل دراسي. وعبدالحيق قال طالب. قال اذا اخرت? قال ما اتأخرت وما كان عندي فكرة بمعايد الحصائي. ده كضب ولا ما كضب? ده كله كضب. الفصل ده كله. كضب ولا ما كضب? كضب. لانه نازل كضب. عملوها كضب فصل وكانهم بيقروا في مدرسة وهما بيقروا فيها. ده كضب. اول حاجة. والكلام اللي بيقولوا العوير ده المصري اللي بيقول له انت جد متأخر وانت ما بتفهم ده ما كله كضب. فالتمسيل قالوا لانه اصلا كذب وغش. وقد روى مسلم بالصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا. فليس منا. بعض البعضهم قال ليس منا تبرؤ من الفعل. فرد عليهم العلماء وقالوا هذا ليس صحيحا وانما تبرؤ من الفاعل والفعل. اللي اتنين فليس منا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال. اياكم والكذب. فان الكذب يهدي الى الفجور. وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحر الكذب. حتى يكتب عند الله كذابه. والكذاب ما بياخد منه علم. ودي برضو فايدة للمسلمين كلهم يتعلموه. المجتمع المسلم. دي الكذابين شوخة الاخوان المسلمين. ما بيستاخد من الكذاب علم. كما قال الامام مالك. اربعة لا يخذ عنهم العلم. الكذاب. الذي يكذب في حديث الناس. فكيف لو كان بيكذب على الله ورسوله. ويكذب في الدين. ويقول فتاوة ليست من الدين. ليست من الدين يا اخي. شفت كيف? وكذلك قال على الكذاب وقال المبتدع وقال السفيه. وذكر رابعا. فالمهم دل ما بياخد منهم علم. ولا بيوز تاخد منهم علم. او تحضر لهم. او تستمع لهم. ما بيوز ابدا يا اخي. يا اخي دي دي الصوفية ذاته. مع المدراتي بالنابولس ده صوفي يا ناس. صوفي. عقيدته فاسدة زيادة على انه اخو مسلم. اخواني. فزاد فسادا على فساد في عقيدته. عبدالحيوس فده اخواني. وصوفي. وكوز. كله. ما شفت السوء المشاله. وبره وهناه بيقى مش يتودد الصوفية. ما شاله طيب الجيد. بتاع امضوهم بان. وما شاله وين? بتاع وضلو بيض. قال قطع البحر الاحمر بمصلايته. عبدالحيوس فمشاله. وحضر البدع حقتهم. وقال لجينا نتعلم منكم العلم. يبقى دي الناس ما نافعين. عشان كده تلقاهم بيسفه الكلام في التوحيد. وبيسفه علماء التوحيد. ودعاة التوحيد. يسفهم. يقول لك ده العلماء حيض نفاس. لانه دي الاصل الدين. واساس الاسلام. الذي هو التوحيد. بيسفه. وبيسفه العلماء فيه. شاكده كلهم تلقاهم صوفية. وتلقاهم مجارمة. لانه اتبع حسن البن الصوفي. مؤسس جماعة هذه الاخوان المسلمين. هذه الجماعة التي افسدت الاسلام. وافسدت كثيرا من المسلمين. شاكده واحد قال كلمة عجيبة والله. قال لولا الاخوان المسلمين لكان المسلمون اخوة. هذا وصلى الله وسلم. وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.